بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن لغة SQL الSQL الSQL والتي تم تصميمها عام 1974 من قبل منظمة الـ iOS ومنظمة الـ IEC لغة الSQL تصنف كلغة برمجية غير إجرائية أي أنها لغة متخصصة في مجال واحد وبذلك هي تختلف عن لغات برمجية أخرى مثل الـ C++ والجافة إلى آخره وتشبه لغة الجافة سيكريبتينغ من ناحية أنها مخصصة لاستخدام واحد لأن الSQL هي لغة متخصصة في التعامل مع قواعد البيانات وقواعد البيانات هي مجموعة كبيرة من البيانات والتي يتم تخزينها وترتيبها في داخل جداول لكي يتم الاستفادة منها عند الحاجة إليها مثل التعداد السكاني مثلاً والذي يقوم بتشجيل أسماء ومعلومات أساسية عن جميع المواطنين والمقيمين في داخل الدولة ويتم تشجيلهم في داخل قاعدة البيانات الخاصة بالتعداد السكاني كذلك مع باقي القطاعات الحكومية مثل قاعدة البيانات الخاصة بالجوازات قاعدة البيانات الخاصة بالداخلية ومثلاً بخاصة بالجمارك الخاصة بالمطارات إلى آخر وكذلك مع الشركات الكبيرة والتي تمتلك قواعد بيانات خاصة بمنتجاتها وموظفيها وعملاءها ويتم بناء قاعدة البيانات في داخل نظام خاص بقواعد البيانات مثل Oracle أو MySQL أو Microsoft SQL Server أو IBM DB2 وكل هذه طبعاً أنظمة متخصصة بقواعد البيانات ويتم تنزيل هذا النظام على Server فيصبح لدينا ThetaBase Server خادم قواعد بيانات عملية إنشاء ThetaBase وإدارتها سوف تعتمد على لغة SQL وأوامر SQL والتي ستنقسم بشكل عام إلى ثلاثة أقسام القسم الأول اللي هو لغة تعريف البيانات وهي أوامر SQL المسؤولة عن إنشاء قواعد البيانات والجداول الموجودة بداخلها القسم الثاني لغة معالجة البيانات وهي أوامر SQL والمسؤولة عن التعامل مع البيانات من ناحية تسجيل البيانات داخل قواعد البيانات وحذف بياناتها والتعديل عليها والاستعلام عنها القسم الثالث لغة التحكم بالبيانات وهي أوامر SQL والخاصة بتحديد المستخدمين المسموح لهم الوصول إلى قاعدة البيانات وتوزيع الصلاحيات فيما بينهم حسب المكان الوظيفي للمستخدمين فمثلا هناك مستخدمين مسموح لهم بالاطلاع على جميع قواعد البيانات هناك مستخدمين سوف يتم تحديد مجموعة من قواعد البيانات مسموح لهم بالاطلاع عليها وأخرى ممنوعين من الاطلاع عليها مثلا نعطي بعض المستخدمين صلاحيات كاملة على قواعد البيانات بعض المستخدمين سوف يكون مسموح لهم رؤية قواعد البيانات محددة طبعا وهذه القواعد البيانات سوف يكون فقط لهم مثلا صلاحيات محددة فمثلا غير مسموح له من الاستعلام مثلا عن بعض قواعد البيانات لكن مثلا غير مسموح له بالتعديل أو بإضافة يعني التعديل من ناحية إضافة أو حذف أو التعديل على المعلومات الموجودة حاليا وهكذا ويتم توزيع الصلاحيات حسب المكان الوظيفية لكل مستخدم من مستخدمي قواعد البيانات إذن لغة SQL هي لغة مخصصة للتعامل وإدارة قواعد البيانات فقط وتتميز بأنها تتعامل باللغة الإنجليزية الواضحة مما يجعل منها لغة سهلة من ناحية التعلم والعمل بها لغة SQL مرت بعدد من المراحل حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حاليا فقبل عام 1970 أي في الستينيات كان بيتم التعامل مع قواعد البيانات مع لغة C وBasic ولكن الموضوع كان في غاية الصعوبة عام 1970 قام العالم البريطاني إيتجار كوت بنشر بحث علمي يتحدث عن لغة مخصصة لقواعد البيانات والتي أصبحت لاحقاً لSQL والتي تم تصميمها من قبل IBM كذلك قامت أوراكل بتصميم عندنا تصميم خاص بأوراكل اللي هو SQL عام 1979 وقام المحهد الوطني الأمريكي بعد كده بوضع معيار عام للSQL وأطلق عليه وقتها SQL 1987 وبعد ذلك تم التعديل عليه والتحديث فيها عام 2003 وأطلق عليه SQL 2003 إذن إذا كل مبرمج بيحاول أنه مثلاً أو هدفه هو التعامل مع قواعد البيانات وإدارة قواعد البيانات عندها رح تكون واحدة من أقوى الخيارات هي لغة SQL إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته